اشتركوا في القناة والبجاج والجبني صنف طيب والاول مرة من سويه وعننا صلطة الكرب مع صلصة خل البلسمك يعني الناس معودي على طول السوس كوكتيل وما شابه ذلك مع خل البلسمك اللي يحطينا كتير كتير طعمي طيبي لقلع شايفين في مواد كتير اكيد على الطاولة شوي شوي بتخف اول شي اذا منعرف انه برح نحن استعملنا هالجبني وجبنا قيلة زاد معنا من هالجبني اليوم يحن استعملها وانبارح جبنا كراب كمان زاد عندي حبوب كراب كمان اليوم يحن استعملون انتو كمان بالبيت وقتل بنشتري غراض قوياته من السوبر ماركت وبتجوا بتلاقوا في عنا غراض زيادة ما تطولوا فيها فينا مش ضروري تاني نهار فينا تالت نهار نستعملها واكيد اذا كانت جبني من لفة بالكلينك فيلم واذا كان عندنا شي مجلد من الاساس لكراب جبني مجلد مبارح حليت قسم منه انا مش كله حليته لانه استعملت دغري لرجعت قسم مجلد على الفريزر واليوم شلت القسم الثاني لفي استعمله شو بدي من حشوي وبنه من عجيني ولكن يحقق جن العجيني وبعدين بشرح لانه الوقت بده وقت للعجيني والاخص في عنا تخمير هاون عندي نص كيلو طحين يحتبلش فيفيان بالعجن بحط ماعه خميري هي ملعه صغيري بزيادة الخميري انا عم كتر شوية لانه الوقت ديق شوية علينا زيت نباتي ملح فنجين قهوي عنا زبدة جولدين بلايت ميتي جرام ما بتطلع مية لما نقص من شقفة من صخنة وهيدي كمان زبدة جولدين بلايت من قص من شقفة باعة لتصير مية جرام نحن عم نحكي بالمية جرام وملح هايدي من زبدة كوندين بلايت رجعت حطايت شقفة تاني ليصيروا مية جرام انا بهالوقت بدي بلش حضر الحشوي او مقلية احسن يلا حطيتي ملح انا بحطيك يلا حطي ملح هذا ملح بعد نطف صغيري حطيهم كلو نطف صغيري بعد سكر كمان لتطلع معنا بسرعة العجينة ملعها صغيري لانو مجاة نساق على الزبدة ساقعين او فينا نشيلها قبل بوقت شايفون نحطها دغرة ايه بس نصبوط او لازم تكون فاترة نجي دغرة على الشغل نحن هون كمان بدي حط شقفة زبدة صغيرة من جولدين بلايت للحشوي شقفة صغيرة من كبيرة وهون نطف النار هالبرنامج هو برعاية سبونسر سمنة وزبدة جولدين بلايت هون عندي الزبدة دابت منضيفة على الطحينات ولانشان تطلع مع العجينة زيادة اكتر تبقوا كلها عوامل لتساعد انه تطلع بسخنها شوية ماي وبحطها مع الزبن هون بحط على الزبدة البصل للحشوي بصل ناعم خلص الماء يشاهد احلى ما تغلى اتبهوا سخنة زياد الماء بس تسخن زياد الماء ممنوع حطها برجع ببردها قبل ما اضيفة لا منشان ما تموت الخميري ما بيصوى تموتها للخميري يعني معناتها ما بكون حاطة خميري اذا موتها ضيف الماء الفاترة هيك تطلع بسرعة اكتر العجينة معنا وقت المعجينة بماء الفاترة هي البصل على النار وزبدة وزايت بالعجينة فنجين قهوة زايت ميتي جرام زبدة من جوندين بليت خميري ملعة صغيري سكر ملعة صغيري ملح نصف ملعة صغيري وعم تعجنون فيفيان مع بعضهم هاي هي بزيادة يلا اجينيها شوي وخلاص بتاخد بعضها خلاص هاي ما عاش بلنا اياها الفرن المنحمي منغطيها العجينة من بعد بتاخد بعضها مزبوط بورقة نيلون منشان تتماسك وتصير منيحة خلاص ده لا خلاص احطيها فيه ومنسكر عليها شوفوا فاترة دغري بتطلع هلا هلا هون انا عندي هالجبنة فيه طريقتين لقلها اليوم هي ملحة شوي بس انا شوي هعمل فيه طريقتين اما الحشوي ما بحطرها ملح وصارت كافي لقلها وهي الطريقة اللي هستعملها اليوم انا او متل ما عملنا بيراح منبرشة عالخشن شوية ماي نضيفة برجع بتركها فيها عشر دقايق بقصرة وبتطلع معي جبني خفيف ملح هون عندي كرات منضيفة على البصل نصديرها شوية الكرات كتير بيعطيها طعم مع الجيج والكرافس كمان والكرافس بدي افرمو مع الورع ببرشة ببرشة الجبني سهد البرشة رغري علي هلا بعد شوية تب ايلا برشة خليني شأفي كتير كبيري خلي شأفي منها انتوا عمت برشة نفروم الكرافس ناعم نضيفة كرافس على البصل والكراات ببرشة ناعم شايف او عهد اهل خشن برجع بحركم ومناخر اتصال ألو ألو بونجور كيف حالك انا منيح انت كيفي بدي تعملي الطاجن اللي بتعمله تكرم عيونك مع السمك بدي كيه اكيد ألو طاجن بدي كيه مع السمك او بلا سمك لا بلا سمك اللي بحطوه حد السمك بدي كيه صنف ميزة هاي تكرمي اهل وسهلا فيكي اه بنعمل طاجن بلا السمك تراتور يعني و بدي بصل جوانح بصل جوانح بصل جوانح بصل جوانح بصل جوانح منحط معه زيت زيتون ومنحطه على النار لنفطوري بصلتين هاي الجيج بطان هايك وهج رققنا الشرحة وبرجع بفرمون صغير ومناخر اتصال ألو مرحبا مرحبتين أستاذ أنتوان نعم عمول معروف بدي تعلمني على الكابسة الخليجية تكرم عيوني كلها زالانة اه لا بس حمني البابي هاي شو حمني البابي عقيدة عميبكة 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 تخليليك ياهو يتغنج بدلالك إن شاء الله مرسي كتير بنتي مرسي كتير بنتك كمان يلا شكرا أستاذ أنتوان حوكت تخليليك ياهو يخليليك بنتك كمان سكير؟ ايه سكري تكرمي مرسي كتير بخاطرك ع الجيجة أو لحمة نعم لأ بديها بلحمة مول معروف لحمة تكرمي عزبتك مرسي كتير بخاطر عيونك بخاطر تكرمي مرسي 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 يا لابا منضيف الجيج المقطع ومنحركوهن على النار منضيف لقيلون حبا حبا لابا نضيف الحبا للسلسة خليها للسلسة هادي شو ما عجبني بلا ماي أو بلا ماي بلا ماي بلا ماي بس ما بنحط ملح هون بيطلعوا زبطين نحط الله البهار يا نقليها لأوان خاتت نار أقوى ضروري نار قوي مثل كل التحضيرات يلي عم نحضرها من شان مطبق ميطة وتزنخ معنا شايف أوقات نحن عم نحط مثلا المقلة أو الطنجرة نتركها لتحمى ومنحط الزيت أفضل أفضل أول نتفت الزيت وبعدين لتحمى قبل ما نضيف عليها الشي اللي بننا نحطه أه قبل برش حامض عالجاج برش جاوسط الطيب كمان عالجاج قلنا ملح مش روح نحط لا نحن رجع نقول لا لو الجبنة حلوى مقبلنا نحط ملح بس بما إنه الجبنة هي ملحة منضيفة معها بصير زيت ما بدى الشي يعني هاي شغلة كتير بدكن تعرفوها ونستعملها منضيف علي البازالة المجلة دي حتى لو كانت شاف الجبنة مثلا الموزاريلا كمان ملحة موزاريلا عادي بلا ساعتها بكتحطي ملح نحطي شوي ايه الموزاريلا عادي ما فيها لملح ولا فيها وناخد اتصال ألو ألو بونجور كيفك؟ كيفك؟ ماشي الحالي ألو سهلة مين معي؟ مدام مرقص معك ألو سهلة فيك مدام مرقص شو بساعدك مدام مرقص بقدر أطلب منك إنه الجيج كيف بننظفه؟ شو هو الجيج؟ ايه ما بتنظفه وبتغسله؟ بلا بسهلة سجورة مغسلله؟ ها لأنه دايما ماما بتقلي ما بتغسله ماما بتحضرك مين قالك ما بنغسله؟ ماما سلميلي عليا إليلا بانا نغسل قال انت على البروغرام كل يوم بتحضرك؟ ما بتغسله نقابل؟ اه اوكي شو بنقعد هون نجلغم الدنيا بالماء والمصفية والدنيا كلها؟ لا سلميلي عليا وإليلا ما بيرضى إلا بالغسيل سلميلي عليا للماما اوكي شايف يعطيك العافي كلها جزو كانوا بدي أطب منك طلب نعم الكنيفة الكنيفة اوكي تكرم عيونك كمام ناخل اتصال ألو 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 بونجور ألو بونجور شايف أنتوان بونجورين يا علا وسهلة يعطيك ألف عافي ألعي فيك سؤالي للتوضيح أنا عصرت العناب ما عصرته يعني وحتيته بالبرمير وبتركه مغطى بالشاشة لقيمتين تلتو شهر تلتو شهر ونص واربع شهر لازم حطلو شي ولا مش لازم هلع العنب في عفن كان شوي في أكلو الدبور شوي صغيري منو كتير منو كتير حطي شقفة خبز فرنجي معو اي بس شقفة خبز فرنجي يعني تقريبا قد كفل إيد 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 سبعة كيلو لا نصف كفل إيد بلك كف إيدك شوي كبير شكرا شكرا قالوا لي لازم حط قنينة خال ضروري هاي شوك تحطيه قنينة خال معو لا 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 أبدا حرام روحة نفيحتك بالدني مرسي بكو تكرمي أهلا وسهلا فيك مرسي بكو باش تكرمي لننتبه شوي هلا هالمزيج عندي هاون خلص بط في النار بدي حطه هاون ليبرد نزله ليبرد ما بخلي صخن بعملون هايك ليبردوا بسرعة وبرجع بكرر حطينا بهر عبيض ملح ما فيهم لي؟ لأنه الجبن هاون ما بدي حليا وإذا بدي حليا انتبهوا حط عقدون ماي عش دقايق بلبسوا كفوف أو بغسل إلي مضبوط بحصرهم وبضيفهم فوقهم ساعتها بيكون فيهم الراحيان عم نعمل لكم الحلين يلا بقدونس حطي الله الدونس ما عجبني ونرجع نحو نشوق هنا هاك بتسعيلون عالتبريد أهم الشي يا لاني العجينة عم تطلع لكي في اسملة كتير منيحة منحط شوية زيت نباتي بالصينية من دانا وبدأ على الداير الصينية كمان خلا بتشوفوا كيف حركة لا تروح منهم الهبلة هاون عالداير كمان بدي أعملوا لأنه بنا نحط العجين بدي يطلع على الداير هاو إذا حطينا الجبنة هلا هي صخنة بتكمشها بتسيل معنا مضبط إنشان هيك عم نبردها قبل هاي خلاص هي بس تصيل راجت حرارة عربين بيمشي الحال حرارة الورخة هاو نباعدون عن طريقنا هلا السمسم لبعد شوية شغله هاي الجبني هلا منفضيها الحبق هاو لزيني نحنلبس كفوف ومنحط شوية زيت بواعي مع حبة البازالة اللي كان فيها بازالة مت في صغيرة ومناخر اتصال ألو مونجور شيف أنتوان مونجورين وحيتك بدي عزبك البروكولي أنا عندي كتير بالجبل بروكولي نا كيف بدي أطبخها هلا شو بك تسوية ما بعرف إلي قنت على الجيج على لحمة فينا سلطة فينا مقابيل الجيج أو اللحمة تعاملية سوتير ساعتها بدي أسلق فقط دقيقتان اي هيك أوكي بس لأ أنا بدي أطبخها طبخ طبخ فيك تعاملية مثلا تقلي بصلي ايه تحطي لحمة مفرومة خشين نعم وتقليها لتتقلط تفرمي البروكولي قطع شوي كبير والدفية فوقها نعم تقليها كلها سوى أربعة خمس دقائية شوية عصير حامض نعم ايه وفيك تتعملي حد منها رز تطلع أكلي وتحطي معا ملح وبهر أبيض مارسي شيف أنتوان تكرامي تكرامي سول عمرك هلا وسهلا فيك مارسي البروكولي شيف أحلى نسلقها بالماء أو نسلقها على البخ مثل بعضا ما يضل هذا الماء ماء كمية قليلة مش كثير يعني متل ما بعمل الجزر هون أنا قدامكم والشغلية عادي كمية قليلة بيمشي الحال بردت يلا حركي نضيف لها إلى الجبن البيضة نضيف لها إلى مئة جرام جبنة موزاريلا نخلطها بها الطريقة لأنه نتأكد إنهم خلطت مظبوط هاي يلا خلطت ونزيد لها رشي صغيري بهار أبيض بس قوه على الملح لاي؟ نرجع منقول لأنه الجبن فيها ملح هلا منجيب العجينة منشيل قطعة بهذا الشكل منعملها نحط قصبانة بالزيت ومناخر اتصال أعلو أعلو بونجور بونجور شايف انتوان بونجورين مادام حاج معك أعلو سهلا فيك أعلو سهلا فيك شايف بدي سألك عملت خوخ هيدا الموسم حطيتلها للكيلو بكيلو سكر عديلي عديلي شعر بس كتلع عند الساس كيف الدبس انتبهي لي ما أعرف شو عم تسوي الخوخ خوخ خوخ الموسم من السنة نعم عملتو حطيتلو كيلو بكيلو وبقي الساسك شوي كيف الدبس بس لانو كتير حلو مثل منظر التوت نعم شو المشكلة انو راحوي يعني كيف معقولي يجمد او ما يجمد كيف يعني قدقية حطيتية على النار شي ساعة تقريبا بدو ساعة وربع ساعة وربع اه ما عاش فينا نعمل شي قداش ساعدك حطيتلون حصير حامد بالاخر ايه ايه يعني شي ربع ما هيكي مالقة صغيرة الكيلو مالقة صغيرة شو حامد الليمون ايه كتير كتير نص ربع مالقة بغير مالقة بس طلعوا طايبين ايه بس بنخاف انو يكون حامد الليمون هيك قوي حد اه ايه بس كتير كتير مازرون حلو بس السؤال انو بس رخوين شوية كيف الدبس هلا اندي قداش سوايتي كمية اربعة كيلو اه اربعة سكر هالكمية مزبوطة هي ايه بس الغالي هو اقل شوية من الوقت اللي نحدد اه بس انا بقول بيمشي حالون ايه بس لا منها بس انو لغير مرة ناخد الفكرة منك احسن ايه وبتعمليلون هيك بالدبئيون اذا حسيتيون لو رخوين دبقوا عبعضن معناتها مش هالحال اه مرسي لايه لك يا سيد اكرامي اه رسالة فيك ايه كمينا امكت مربك التفاح طلع كتير كتير طايبين صحة وهنا نحن عاكيك على قلبك بنا نعلمكم ليطلع طيب ما نحنا نقدم انا منحضرك يعني عطول عطول كل يوم كل يوم تسلمي تسلمي تسلم حبيب البيا اللي يعطيك العيفة تسلمي بخاطرك يلا وفي يبقوا يحطوا المربة مثلا بالصحن شايف وبيعملوا بالملعقة هيك اذا فاصلوا دلوا فاصلين بكون خلص معش بدون يلا اتعلمت ايوه ناخر اتصال كمان اهلو 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 بونجور الله معك شايف انتوان الله يحفظك انا معك حدا من حدا سجيبي فهد الشدروي اهلا وسهلا فيك يا اهلا وسهلا فيك لك عندي فرامبواز نعم بدي اعملون مربة كيف بعملون كل كيلو كل كيلو بديو 800 جرام سكر اه اه حط السكر على الفرامبواز اه وتركهم 3 ساعات اه بعدين نحطهم على النار ساعة وعشر دقاية اه للكيلو ربع ملعة صغيرة اه حامد الليمون اه وبتشيلهم لازم نشال منهم البزر ولا ما في مشكل لا ما في مشكل وان بكشيل البزر اوكي ميرسي الا بالشراب بشيلو البزر عندك ما في مشكلة ابدا اوكي ميرسي تكرم كمان بناخد اتصال اهلو 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 بونجور شيف انتوان نعم مفضلك اذا عندي بطاطا بدي فرزة بالفريزر مشان الاقليها شوي وفرزة مشان بعدها تكون جاهزة للأكل نعم شو لازم اعمل بتقلي اول شي البطاطا نعم لازم بس تقطعها نعم تتركها منقوعة بالماية ساعتين لتلات ساعة اهلو بعدين بتشيلها بتصفيها منيح نعم بتحط زيت على النار وبتقليها نص قلي نعم بعدين بتحطها بمسفاية نعم بعدين بتخليها تبرد مهم بس تبرد بتصفها بتحط كل طبقة عصينية نعم طبقة عصينية بترجع نيلون طبقة تاني بطاطا نيلون طبقة تالتي بطاطا بتحطها بالفريزر ساعة ونص اهلو بترجع بكل كيس بتحط عبي بطاطا نعم وبتفرزها من بعد ساعة ونص يعني بتكون كل قطعة فرزت لوحدة مهم وبتحطهم بالفريزر بيهدوا عندك شهر ونص شهرين شكرا جاتيك العافية بخاطرك أعلى وسهلا فيك هلا يبقوا نجلدين شايف المشتريون هكيد بكونوا حطين فيهم شي مين لانه تحفاصوا شو بيهون البطاطا اللي نجلد ايه شو بيهون انه بحطوا لاماتي لا لا فيهم شي في الشي اه بديغرب فريزر بالأول 40 تحت السفر يعني بكونوا صار عندهم مصنع على هالشي وبعدين بتمحفظ بفريز بين 18 و 24 تحت السفر بينباعوا وبيشترون الناس وبيغري بيستعملون على القلي وبيطلعوا معنا كتير ملاح يعني نتوقف مع محطة أعلنية ومنتابع حلقتنا أنا وفيفيان عبر شاشة التلفزيون لبنان وعم نساوي بعدنا بول بالجاج والجبنة شو بتعطيني شقفة باقي نعم صغير كبيري خيري مشي ياما ننعدل باقي نعم باقي نعم باقي نعم باقي نعم باقي نعم باقي نعم هنتفي صغيري زيت هاو الزيت بنخفقها بالشوكة شو حطينا جوزة دي بشوي باقي نعم حطيت زيت فينا زيت وفينا ماي حطيت زيت هالفرشي هالفرشي يالا ادهنية نضبوط ومندهنها بالبيض المخفوق مع قليل من الزيت أو الماي وباديين منرش علي سمسون انا احباليش بالسلطة انا احباليش بالسلطة ادي عزبك تشيلية بالرايحة الحدقت fill هو ياخد الوج ياخذ الوج وفينا زيت وفينا ماي مع طحين كله بيمشي ماي مع الطحين بحمرك ولسا اكيد بيش 해د البيض في منهم بحطوا صفار البيض لحيل بالسيق مع قهوة بصير أحمر يلا رشيلي سمسم هلا أصولاً تبهوا بدأ تخمير 3-4 ساعة على الساعة هاي بتصير علو هون بس ما معنا وقت يعني عم نحكي بصراحة هيدا سمسم مقشور شاف بيكون هاي لونه أبيض بشا هيك ايه مقشور أنا مرة اتفجأت رحت لتلو بدي سمسم ما يكون مقشور لونه هاي لونه هاي هلخص الايسبيرج هايك منقطعه وفينا الخص العادي هلا شوفوا أمر دي حطها لتختمري شوي صغيرة قبل ما نفوتها على الفرن يحطها على ظهر الفرن من فوق هاون تبو هاون صخن شوي هم حطها فوق لتصخن وتختمر الخميرة معي بسرعة أكتر وفيهم بالبيت بيحطو لسقفة سقفة بايدة عاوزة ايه بدي عزبك جيب للمالش نحضر السوس وعي غميق شوي خص الايسبيرج بهذه الطريقة يتقطع هاون ورقة نتفزغيلي دي بغا بشيلها هاون يلا حطيلي ملعة الميونيز عم نسوي السوس هلا فيفيان عم نسوي السوس ملعة واحدة ميونيز بنحط خلي البلسميك عليها مع ملح وبهار نحطيها وضوي بيها نحط ملح وبهار عم هاي بخليها القالب لحطوا زيني هالقالب ملح شامل ايه خلص هاي بحطوا زيني القالب بالوسط بهار أبيض بهار أبيض وهو دي الخالب كلهم بس شوي 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 حركي اللي هيخلوا بعضهم هاي بحطوا زيني ونرجع هاي الخس الأيس بيرك وبيمد معنا خس الأيس بيرك هلا بعد شوي وبطل الخس اللبناني بتوفر بصير فيه عندنا الخس الأيس بيرك محل محل هلا صار مشهور خلي البقل سمي لا بيعطي طعمي بغير بالطعم يعطي يعني معوّدين الناس كلها سوس كوكتيل للكرب هاون عم نغير يعني العملية بالنكات وأخف دسم يلا رجعي يحطي شوي 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 من بعد ما تنعم شفنا كيف تنعم هلا القرص الخلي بيطلع معنا شف فينا نستعمله فينا نستعمله أول شي أنا بنظري أحلى شي هتبري أنا طلع عندي بالبيت قرص خلي أنا طلع قرص سميك هلا إذا عنديك خل إذا عنديك بكتسوي عنب خل فيك تحطيه معا كل السوف هلا إذا ما عنديك ها يعني إذا حطيت عنب بدي أعمله خال برجع بحطه فيه برافو نفترد ما عنديك هم نقول لنا نفترد ما عنديك فتفتي مش كتير رفيع يعني بيتفتفت بينحط معه حسب كبره لتر ماي أو لترين ماي بينحط معه لمدة أسبوع بيرجع بينعملوا خال بس بدي يستعملوا دغري يعني بنستعملون خلال 15 أو 20 يوم يعني دغري بنستعملون يعني بدال نستفيد من ننقع فيون الخضرة نعم أكيد للخضرة كتير مهمين بس أنا عم نحكي نستعملون خل كمان بكل سهولة بستعملوا خل يعني ينكبس فيون إيه لا ينكبس لا كبس لا تبهي إلنا 15 يوم الكبيس بدو نهدي سنة ما فينا نسوي كبيس فيه كبيس سنة هاي كمان هلأ العيشة خانوا من نوع من الفصولية التازة الخضرة ايه هلأ إذا جبناها هيك نحنا متل ما هي بالسوق نعم وفتفتنيها بدنا نحطها بالشامس كيف فرفتنيها يعني فرفتنيها يعني عم نشوف كيف تفتفتت لا فرفتنيها بحب يعني الحبوب هلأ إذا بن يبسها مش بالشامس بمجرى هوا لمدة 22 يوم تبس بالشامس بتقسى يعني تقسى برافو لك بمجرى هوا يلا أوكي حطيهم كلهم بس أوقت بتلاقي الورقة من برا سودك بأسر شي على زودة الحب لا 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 ما قيلة تقسير يلا هون عندي اختمرت شوية هلأ بنحطها جوا حطينا هالعجينة هنا البول بالجاج والجبنة حطها بقلب الفرن يلا هلأ بنحط زيت زيتون بنرجع بنضيف حبأ ملع أصغيري ونص دفتش ملح بغار بغار أبيض ملح هلأ الجزر يلي هو عندي بدي إبرشو نحن نقصة وهذا و الكراب بنسويه و الكراب بنسويه نعم ماذا يريدك؟ لا الملعة لا الملعة لا يوجد ملعة دغري على الجات دغري؟ لا هنا بزيادة جزار بنحط الكراب عليها هذا الكراب هو شو شافنا؟ السمك يعني هو لا الكراب نكريستاسية طبعا على البحر هال بيمشي هاك إلو إجران السلطاعوني هال بالعربي أي يعني من سمار البحر أي بيشلوه في كتير منو بلا بالملايين بيكون على البحور في مكانات بين إيدي وإجرائي الفخاد فيهم في لحم هدا اللحم يلي هني بيسووه ضمن مكبس بيطبخوه بيعملوه ضمن مكبس وبصير بيستورد باي الشكل ناي يعني بيحطوه؟ لا مطبوخة عيني أه أماما بيزف على الشيلي مجلدين وحليناه هون دي غري ما بيأثر نفرومها زبطت في قوق الناس حصل يلا نحن بيأثر نطرينا يعني نشرح الكابس بالوقت الكابس الخليجيه باللحم نجيب لحم ضاني غنم معه شوي دهني من الباط او من الفخض عندي كيلو بقلي بصلي كديري او اتنين وسط بشوية سمني مثل سمنة الجوردين بلايت بحركه على النار نار قويه لتحمى بعدين بضيف لقيله لومي حبي عدد واحد غدين ارفي ورقة غار كبش ارنفل اربع خمس حبيت حب هيل اربع خمس حبيت بهار حب اسود ده اربع حبيت بحركه مع السمنة والبصلة بياخدوا بعضهم بضيف لقيلهم اللحمة اللي هي قطع لحم الضاني بقلبها معهم كمان للحمة وبتاخد نكهتهم بضيف لقيلها ملعقتين صغار من بهارات الكابسي بهار اسود حلو نصف ملع عصغيري ارفي جارسين اقل من ربع ملع عصغيري كبش ارنفل رشي صغيري وقليل من الماء وعصفر او الزعفران كمان حوالها اقل من نص جرام بترك بضيف لقيلهم حوالها الكبية ونص ماي وبترك لتستوي اللحمة 3-4 نضج بس تستوي اللحمة 3-4 نضج بضيف لقيلة عروس بسمتي مغسل ومحطوط بالمسفية عشر دقايق قبل عملية تنزيل فوقهم او منقوع عشر دقايق ما بيأثر بينضاف فوق منه نصفة بينحرك بينضاف قليل من الماء بنشوف لون الزعفران فيه كيف لونه بده يكون على صفار خفيف ملح وبتركن على نار هيدي لمدة خمسة وعشر دقيقة مع بعضهم بعد الخمسة وعشرين دقيقة منشيلهم بسكبهم بطبق منجيب منجيب جاط منسكب فيه هالكبسة مع اللحم بقلي شوية تلوزوا كاجو بالزيت ضيفهم على وجهن ومنقدمون وعطول منقلكون ألف ساحتين هاي الصوس البلسميك بحركها لكي فيه مع بعضا ميزجي عاطي السماكي البدييها أنا لطبقي خففنا مايونيز ملنا بالصوس كوكتيل تعطي نكهة كتير مميزة مع الحبق هالخلي البلسميك وزيت الزيتون وهيك بتكون مع الكراب نتبليه مع خس الأيسبيرغ هلا الجزر منضيفه يلا ما بيأسر منضيفه بهالشكل للجزر على داير جاطنا هاون شوية وخلاص حبي وبيتقدم معنا جاط الخس مع الكراب مع الخس البلسميك ما ننسى أنه عنا الصينياتنا يلي هي بول بالدجاج والجبنة داخل الفرن راح نشوف المقادير عبر شاشة تلفزيون لبنان وبنرجع لقلق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا ترجمة نانسي قنقر نتابع حلقتنا بالبعض ما شفنا المقادير مشان صلطة الكراب بصلصة خلّ البلسميك والبول الجيج والجبنة ننرجع على الكنافي يلي طلبطها منا الست الكنافي أول شي بنا نجيب عجينة الفرق وعجينة الفرق بنا نشتروها من محل الحلو العربي منا غيلي أو صار فيه مننا بالسوبر ماركت مجلة دي بتشيلوها بتاخدوها هي ومجلة دي بتحطوها ضمن صيني بتفتحوا عنها الكيس بعد حوالي الساعة ونص بتدقوها شوي ضمن كيسة اللي فتحناه من هذا بنلاقيها كلها كسرت يعني وأبو نصف ساعة بتكون كلها حل بنجيب صيني أول شي بدي يكون عنا الصينيتين شبيهين لبعضن وحدة أكبر من التاني بشوي صغيري وحرف واطي وقتل بقول حرف واطي يعني مثلا هلأ البول أنا مستعمل حرف عالي وقتل بقول حرف واطي هدا هو الحرف الواطي وكل تقريبا صدورة الكنافة الموجودين بمحلات الحلو العربي مع أهم الناس والشركات يلي معروفة بلبنان بيستعملوا صدورة نحاس أو صدورة ألمين وبالأخص أكتر صدورة نحاس ومعمولة خصيصاً نوزع الحرارة بالسمن هلأ هالصينية بدأ تندهن بالسمن والسمنة اللي هي نحن عنا إياها الجولدون بلايت ندهنها فيها من رشها بعجينة الفارق وبس نرشها بعجينة الفارق من جيب جبن عكاوي وجبن مجدولي والجبن العكاوي يفضل أتشيكي يفضل أتشيكي أو الأبرسي أو اليوناني يلا مش إنه ضد اللبناني بس اللبناني أوقات ما بتمغت معي بتطر إنه ضفلة ساعتها جبن مجدولي لنشتغل على الجبن على الأضمن جبن مجدولي 200 جرام وجبن عكاوي 300 هيك ساعتها بتستعملوا الجبن اللي بدكن إياها هالجبن عنا حلين لإله أول حل بيقول منقطع شرحات الشرحة أقل من نصف سنتي ومنحط عليها ماء وبنغير الماء ثلاث مرات برجع بحط ماء لمدة 7-8 ساعات وكل ساعة بغير الماء هايدي حل 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 تاني إذا كنا مستعجلين بنبرش الجبنة متل ما برشطها هلأ فيفيان على الخشين بحط الله ماء وبكب الماء عنا برجع بحط ماء بكب الماء عنا برجع بحط ماء وبتركها نصف ساعة برجع بكب الماء بحط ماء عم جديد بتركها نصف ساعة تاني برجع بكب الماء برجع بتركها نصف ساعة تاني آخر شي بكب الماء بغسلها بعصرها بإيدي مزبوط وبحطها بمسفية لتنشف من الماء مزبوط لأنه لي لنعرف لي وأنا مرة صارت معي يعني هون مش إنه ما بتصير أزا الجبنة ضل فيها ماء ضل فيها ماء من بعد ما حطت الفارق أنا على السمنة بدي جيب الجبنة بعملها قراص وبحطها هون في محلات بتزوم ماء محل ما زومت ثلاث نقط أو أربع نقط ماء أكيد مش رح تعمل لتر ماء بيتزوم كم نقطة ماء هالنقطة اللي بيتجمع وبينزلوا لتحت ساقتها وين إجوا إجوا على الفارق وإجوا على السمنة شو بيصير أنا حطيتها على النار وعم ستوية وخلي الجبن تسيل واتمغط بقلبها وحول لون الفارق من لون سكري إلى لون أشقر حلو غامق يلي نحن منعرفه بلون الكنافي ساقتها هالنقطة نقطة ماء من محل واحد نزلوا عملوا فخت صغير بقلب عجينة الفارق وصاروا مع السمنة عملوا أشري هالأشري بس أنا شيرها للعجينة وكمان حطيت عليها فارق اقلبوا على الصينية التانية وهزة بس تنزل بتلزق هلنتفي صغير النقطة الماء بالصينية وبتطلع ساقتها العجينة منا ميلسي مظبوط وكلها أخلي الشكل الواحد يلي هو لقلة عم نقول ليش الماء أصبح حصلناها مظبوط في ناس بحطوا معها مسكي أنا بفضل بحبها معها المسكي أنا بحبها معها المسكي نحط حبتين مسكي معها مدوين معها شوية سكر بعملوا نقراس بنحطها عليها بنرجع كمان شوية عجينة فارق بنحطها لقيت نيلون نكبسها بنرجع بنشيل النايلون بنحطها ع ظهر النحر بنصير نحركها ونبرمة نحركها ونبرمة لنشوف إنه داير داير الصينية صار لونه أشعر بشيلها بيكون الفرن حامي بنحطها بالفرن لثلاث دقاية أو أربعة دقاية فقط لا غير برجع بشيلها بنجيب صينية أكبر منها شوي مدهنة سامنة للصينية التانية بحطها عليها بمسك فوطة وبقلب عليها بهزة تنزل تطلع عندي الكنيفة الكنيفة بيتقدم نعم لما منقول حبتين مسكي يعني الحبتين الصغار أو حبتين الصغار الصغار أكيد لان ما اليوم مفيش مسكي عم يبعوها مثل صنوبر صار ايه حبتين صغار حبتين له صغار صغار هالكنيفة بدي عطر العطر يلي هوي 600 جرام سكر نضيف عليهم 250 جرام أو جسي لتر ماي مع عشرة حامض أول ما تطلع الكنيفة من الفرن كلهم منحط عليها شوية عطر بسقوها لو قلتوا طلبتوا الكنيفة بالعطر بيكون فيها شوية عطر أنا ما بغيش شكر لأنه أول ما تطلع من الفرن لتاخد بعضها وتطلى ليني بسقوها بشوية عطر لو بعد على الصدر وبعدين بالصحن أو بالكعكة بحطوا شوية عطر بحطوا الكنيفة على وجه أزاب الصحن شوية أشطع وفستق حلبي مطحون وأطر قد ما بدك بتحط أزاب الكعكة بنحط على الكعكة شوية عطر لتطرع بنحط الكنيفة شوية عطر وبتتقدع شيف في حال نحنا ما بدنا نجيب عجينة فارغ بدي أعمل مثلا شي بالبيت أنا من سميد وحليب هيك شي إنه تطلع بيتي كتير يعني إي كيف بتعمل؟ تطلع بيتي كتير بس أنا بفضل أنا مثلا يعني فيه أولاد وما بدنا نشتري فارغ لأن أوقات بتشتري نوع الفارغ بتكون السمن اللي يفركينه فيه هلأ أنا نصيحتي لإلكم ظاهرة كل اللي بيشتري خبز فرانجي خبز هامبرغير بيزيد عندهم بيزيد عندهم يقشوا القشرة الخارجية عنه يشعفوهم بإيديهم يحطوهم بصواني وعضهر اللي بفاء عضار شي محل فيش مجرى هوا ويكونوا بعيد عن بعضهم بينشفو هاودي ساعتها فين يفكتوهم وبيستعملون محل عجينة الفارغ بينحفظوا بينخلطوا يعني بينحفظوا بالبراد لحين بدنا نعمول فينو بينحفظوا بلا براد كمان ضمن مرتبين بس ساعتها قبل البراد بنا نشمسهم النهار يعني بس يخلصوا ويباسوا ونلاقيهم فتفتوا معنا مضبوط وأنا خناهم بنشمسهم النهار بعدين منضبهم بمرطبين ثلاثة شهور بيهلوا بس تشميس النهار شو هالبول هالبول بالجبني والجيش انته ميرسي ست فيفيان على معاونتك على الطبعين الحلوين كان عنا اليوم بول بالجيش والجبني وعنا صلتة الكراب بخل بصلصة خل البلسمي بنحيي كل مشاهدي تلفزيون لبنان وبشوفكم بحلقات جديدة وبقلكم باي باي موسيقى 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 موسيقى